في إطار التعاون المغربي الألماني ترى سوزير الاقتصاد والمالي نزار بركة والسفير الألماني بالمغرب اليوم بالرباط حفل التوقيع على اتفاقية للتعاون المالي بين المغرب وألمانيا وبموجب هذه الاتفاقية ستقدم المؤسسة الألمانية للتنمية دعم المالي للمغرب لتنفيذ مشاريع في مجالات الماء الشروب والبيئة يتعلق الأمر ب133 مليون أورو وتهتف أساساً إلى تطوير الطاقات المتجددة والأسيامة من خلال تمويل محطة الطاقة الرحية لتازة وتزويد مدينة التارودانت بالماء الشروب والاستعمال الأمتل للماء في مدن أخرى بالمملكة كما يتعلق الأمر بالتطوير السائل وبالنجاعة الطاقية من خلال تطوير المصابيح الاقتصادية نقوم بتمويل البرنامج في ثلاث قطاعات وهي الماء والتغيير المناخ والبيئة بما فيها الطاقات المتجددة إضافة إلى قطاع المالية وأن اليوم سعيد بالتوقيع على التفاقية لدماني التمويل يقارب 140 مليون أورو وذلك في قطاعات الماء والتطوير السائل والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية الجانبان أكد أيضا بهذه المناسبة متالة التعاون الثنائي بين المغرب وألمانيا مؤربين عن الأمل في تعميق الشراكة في مختلف مجالات التعاون موسيقى